إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى مجددا استعداد بلاده لفتح حدودها أمام اللاجئين السوريين إن لم تتوفر خيارات أخرى واتهم أردوغان في تصريح صحفي تهم النظام السوري بإغلاق الطريق على قسم من حلب بالتزامن مع هجوم واسع النطاق يشنه على المدينة وهو ما تسبب بحسب رأيه في نزوح آلاف العائلات السورية في اتجاه المعابر الحدودية التركية واعتبران هذا الوضع من شأنه أن يمثل تهديدا لتركيا